ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف فيه منكم اللي الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما ببدل يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي رح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه فيه انتسار جايلك في الطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد فيه شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل متل شي حتى على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخصي اذا مثلا عم بيخونهم او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد رح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك لفترة هذي اللي اني شايف فيه عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملها وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاقفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي رح ينتبق عليكم خدولي اني عم شوف طاقات كتيرة فيه شغلات ما رح اتطرق الى لانه رح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخذ جنب عندك ورقتين للشغلة هذي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كاني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون شي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هذي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي دهرك يعني قافل كل شغلات التواصل مع الطرف هذي كأنك عاطي دهرك لكل الشغلات وكأنك ما شايفوه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذا وشايفاك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغلة بعدك بتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفا انك انت بعدك بتحب الشخص هذا يعني فيه من كون واكتر اللي بيحبو الشخص هذا كثير وبعدك بتراقبو كأنك بخبي مشاعرك او خايف الشخص هذا يعرف انك بعدك بتحبو بتراقبو لانو الشخص هذا كان شي مهم بحياتك لاني شايفا فيه شي صار بيناتكم يعني شي صدمة تعرضت لها شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة او منفصال يعني سواء انه متزوجين او متطلقين او اللي كانوا مع بعضون ولكن الغريب انه شايف الشخص هيدا متمسك بك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب ليه كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن احتمال الشخص هيدا ما كانش بيعاملك مثل ما انت تستحق او كان مندفع لاني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هيدا شايفاه مندفع كتير كأنه الانسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هيدا حقيقة مستعد الشخص هيدا مستعد يعمل شغلات او يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت الشخص هيدا بيفكر كتير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين او منفصلين او متزوجين او سواء تركك او اداك ظهره او كان يعني مهتم بحياته او راح تزوج او التبط مع حدا او ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هيدا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت او انفصال او 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 في تواصل روحي بناتكم فاحتمال يكون شي طرف تالت فات على العلاقة لاني شايفاه يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمله وانت ممكن يكون شخص تاني مثل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكن او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هذا عم بيدور على طرق لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فاستغت كتير الشغلة تذي الشخص هذا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك اولي لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعض كون لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكن فكأنه احب بيدور على طرق جريدة اللي يتواصل معاك لاني شايفة في من كون اللي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكم اللي حاسس انه في منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر في اللي بفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون في طرف يعني في من كون اللي بيعمل اعمال للشخص هيدا حقيقة في في اعمال وفي من كون اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر اعمال برد النظر شو عملك الشخص هيدا سواء كان تركك او طلقك او لقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى ففي من كون اللي بيعمل جذب وفي اللي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هيدا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب هو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هيدا عارف قيمتك ولكني انا شايفاك قافل على الشخص هيدا قافل علي وعارطي ظهرك وعامل حالك مش فارئة معك كانك يعني كانك اختفيت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هيدا ياخد قرار بشي موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغلة لاني الشايف الشخص هيدا يعني بيفكر شو بيفكر بيفكر في زواج طالع علي ورقة الزواج الشخص هيدا يعني كانه بده يرجعلك بده يتزوجك كذلك عم شوف في بيناتكم اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد بلد او كل واحد في محافظة لاني شايفة فيه مسافة بيناتكم كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هيدا مش قادر ينسى ذكريات احتمال يكون الشخص هيدا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكن اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره كأنه فقد الامل ويعني انا بشوف انه يعني بعده بيحب الشخص هيدا بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هيدا يعني متزوج لانه طالع لي الورقة هيدا كتير او تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا ثاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم او بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي بيختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه الشخص هيدا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هيدا شايفه كأنه عارف انه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفة يعني عم شوف في حسرة قلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايفة الماضي مؤثر عليك او الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح انت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هيدا لازم اول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك احب بشرك انه فيه تغيرات جاية في طريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هيدا انه المساعدة حواليك وافضل شي تعملو انك تتقرب من الله وتدعي وتعمل يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير ايجابي برد النظر عن الشغلات اللي صارت لانه في النهاية الحزن ما رح ما رح يزيدنا غير مشاكل مراض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بيقلك انه بيتنا غيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لانه طالعلك ورقة الشمس طالعلك ورقة الشمس طالعلك ورقة الشمس في احدات وشغلات ايجابية جاية بطريقة ورقة الشمس وهي علامة على فرحة لانه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب ورقة الشمس ورقة الشمس ورقة الشمس فهي شغلات جاية بطريقة وفرحة ورقة الشمس ورقة الشمس ورقة الشمس يعني اما ستصبح العلاقة هذه اكتر انفتاحا او انها ستنتهي للسماح لعلاقة افضل للحصول عليها لانه الشمس هي تشير الى اشياء ايجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شي يعني في باب يا عرشة الورق المكانون في باحث راح ينفتح لك يعني الامور اجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يبورش السرطان في باب راح ينفتح لك شبوق اجا فوق الشمس في باب راح ينفتح لك ففي بداية جديدة او راح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالامان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة راح اضطى الاوراق عشان تشوفوها راح وريها للكون فالشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بالناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لاني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة او شخص انت حبيته يعني كأني حاسة انه الشخص هيدا متزوج او انتو بعلاقة ولاتية لاني يعني حاسة انه الشخص هيدا يعني كأنه غير متزوج طاقة ولاتية لاني شايفات غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفاتك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق او عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج او على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد او محافظة يعني المهم في مسافة او الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعده في تواصل فكأني حاسة انه انتو سلميت طال عليكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح وفي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعيدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفة كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شيء قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف فيه حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بيتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك فيه من كون اللي عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفجع حب اقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمالي كون تكونش شغلة في الموضوع هيدا بالايام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا راح تبتدي من من اثنين وعشرين الى عشرين او زيادة شوي فالشهر اللي وراه يعني نوانبر فيعني لاني عم شوف الشغلة هيدا واردة عندي كتير راح نرجع لنكمل فمثل ما قلتلك وورقة الشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان انه شايفة عندك فيه بداية جديدة وفيه تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك راح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقي الواجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدا طاعة لك ورقة السبن مع اني شايفة فيه ناس يعني بعضهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضة من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هيدا معقد وانا برجح الموضوع هيدا اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي التي يتطلب منك القيامة بها الان فكر في اللحظة هيدا ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الامور ستنقلب بصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حاب بقولون بس منزة يعني كل الابراج صراحة موجودة بس عم بشوف الطاقة الهوائية الكثيرة طاقة الترابية اه تور عزراء برج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجديد تقلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة ترى الحمل الطور الاسد الميزان الجديد العزراء الجوزاء يعني في طاقات اكتر ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالامن والاستقرار يعني لاني عم شوفك لانك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة ان الحبيب يعني متمسك يعني بموقفه وبفكر فيك فكأني شايفته واصبح بعد الشي اللي صار اكتر حكمة واتزان ولكني ترى الحومة وضع صح الجديد وضع الصح الجديد وضع الصح الجديد وضع